قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لفروف اليوم ان المعارضة السورية اصبحت تتحلى بمزيد من الواقعية معتبرا ان المطلوبة هو اقامة ارضية مشتركة وبناءة لمؤتمر جنيف اثنين واكد لفروف في مقابلة مع صحيفة روسية ان المعارضة لم تشكل حتى الان الوفد الذي يمثل مجمل المجتمع السوري واوضح الوزير الروسي انه حين توضع المطالب جميعها على الطاولة من هذا الجانب وذاك يمكن التوصل الى تسوية من خلال تنازلات متبادلة مقرا بانه لم يتم الوصول بعد لهذه المرحلة وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه موسكو حراكا دبلوماسيا مكثفا بشأن عقد مؤتمر جنيف اثنين لحل الازمة السورية حيث يزورها وفد سوري رسمي واخر من المعارضة اضافة الى وفد ايراني اشتركوا في القناة